بحلقة اليوم من 180 درجة سنسلي الدهب مرحبا أنا لارا توك سليمان 180 ثانية بلشنا اليوم الحلقة عن هيده قرب شوي كاسرة الجليد فاتحة الأحاديث مهشلة كل شي اسمه مذكر يعني مرحبا سنسلي الدهب حاملة أربع أسامة فرح جاز هايدن ديلان أربع أولاد لاحظة ما عم بحكي عن أميات عم بحكي عن أولادة أنا أربع أولادة أنا وين ما منكون بتعرف هالسنسلي عن أهم إنجازاته قبل ما حتى عارف عن اسمه يالي منكون عنده أولاد بيعرف إنه هالجملة مش مبالغة ولا هي قلي الطموح ولا خوف من قطاع العمل لأنه بيناتنا المرة يلي بتواجه الموت تلابسي نص دم ماتة تتنكتبش هديت ولادة مرح تخاف تواجه الحياة لابسي بوزن السوت تينكتب كونتراكت هيده أكبر وأصعب وأغلى وأعظم من كل شي بينكتب عوراق وبتعلق أحيطان وبسيع بأنضاءات هيده الحلقة لكل أم حسسها المجتمع إنه مواطنة درجته لأنه عطيت عيشة قبل ما تعطي معاش لأنه حملت إنسان قبل ما تحمل جزدين لأنه وقفت الدنيتها كلها تتلون بقلام الرصاص الدنيا ما بتموت معا وما بتتقعد معا من هلقتها كان وعي المجتمع إذا وعي وراجع أولوياته خليني أنا أذكريك إنك بدل ما تدعم المجتمع اقتصادياً دعمت مستقبل للمجتمع ما بيقف بيوم خليني أذكريك بركي صاريخ الأولادنا الساكي صوتك إنك بعدك حلوة وبعدك أنت وبعدك كاملة وبعدك قادرة وبعدك مع دموعك عم بتل الدنيا فرح خليني أذكريك إنه لحفظات بلحظة رح تختفي والنق رح يسكت واللي ما بتنزل عن إيديك لنهار ولا ليل مكرر رح تصير بقضطة ورح تتراجيها تغفع إيديك وكل يلي عم يتكرر رح يتغير بس رح يخبي عامل مشترك واحد عامل سري وسحري لنجاح هو إيديك أنت ما عم تحقق أحلامك اليوم لأنك عم تحقق إنسانك اليوم أنت عم تكت بقصة رح تكسر الأرض وقدرة تنقف فيها الأحداث والشخصيات والنهاية والأمجاد بس نزلت فيها عنده البطولة تزق في مرة تانية تعطيها دعلا أنت أم ونقطة المية وتمانين ثانية لليوم خلصوا بس المية وتمانين درجة هلأ بلشوا نفس عميقة أحب الحياة لأني كده ترجمة نانسي قنقر فولا ترجمة نانسي قنقر شكرا